أعزائي التلابيذ متتبعي قالاتي الطربوية أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي مادة علوم الحياة والأرض دورة يونيو 2019 لجهة تطوان طنجل حسيمة في المكون الأول مكون استرداد المعارف مطلوبين في التمرين الأول أنسب لكل رقم من مجموعة واحد الحرف الذي يناسبه من المجموعة الثانية داخل الأزواج التالية الدوج الأول والثاني والثالث والرابع المجموعة الأولى تشتمل على رقم واحد المخدرات رقم اثنان المادة الرمادية رقم ثلاثة حساسية شعورية رقم أربعة القلوسية المجموعة الثانية تشتمل على ا الاستماع إلى الموسيقى ب العضلة س أجسام خلوية س أجسام خلوية د تهدد الجهاز العصابي ا الياف عصابية المخدرات تهدد سلامة الجهاز العصابي إذن فواحد مع د ثانيا المادة الرمادية هي تتكون من أجسام خلوية اثنان مع س إذن الحساسية الشعورية المذكورة في المجموعة الثانية هي الاستماع إلى الموسيقى إذن فالثلاثة مع A القلوسية هي خاصية من خصائص العضلة الهيكلية إذن فالقلوسية مع B إذن في الأجوبة الصحيحة واحد مع D واثنان مع الس ثلاثة مع A وأربعة مع B ثم نمر إلى التمرين الثاني تمثل الوثيقة أسفلها رسما تخطيطيا لتموضع بعض باحات القشرة المخية على مستوى نصف كرة المخ الأيصر عند الإنسان مطلوب منا الصل بسهم بين كل رقمين من أرقام باحة القشرة المخية بالحرف الذي يناسبه في الرسم التخطيطي إذن في الباحة المذكورة هي باحة السمع باحة الحركية باحة الإبصار باحة الحساسية العامة إذن فباحة السمع هي المنطقة C الباحة الحركية هي المنطقة D باحة الإبصار هي المنطقة B باحة الحساسية العامة هي المنطقة A والآن نمر إلى التمرين الثاني مطلوب منا ميز من بين الاقتراحات الآتية تلك التي تمثل أهم الخاصيات الممرضة لبعض متعرضية المجهرية أو الجاراتم الاقتراحات هي القد البلعمة الشكل إفراز السمين التكاتر السريع وجود العليبة التغير والتطور السريع جاراتم تفلية بالضرورة إذن فالاقتراحات التي تمثل الخاصيات الممرضة عند بعض الجاراتم هي إفراز السمين ثم التكاتر السريع ثم وجود العليبة والتطور السريع والآن نمر إلى التمرين الثاني مطلوب منا أن نضع علامة في الخانة المناسبة للاقتراح الصحيح الاقتراح الأول العضو المنتج للخلايا المناعية هو هل التحال هل النخاع العظمي هل الغدة السعترية أم العقد اللنفوية إذن في الجواب الصحيح العضو المنتج للخلايا المناعية هو النخاع العظمي ثم الاقتراح الثاني تتميز الاستجابة المناعية الغير النوعية بحدود هل البلعمة فقط هل الانتفاق والإحمرار فقط هل أعراض الالتهاب فقط هل البلعمة وأعراض الالتهاب كلاهما إذن فالجواب الصحيح تتميز الاستجابة المناعية الغير النوعية بحدوث البلعمة وأعراض الالتهاب الآن نمر إلى المكون الثاني مكون الاستدلال العلمي والتواصل البياني التمرير الأول يتفاعل الإنسان مع الوسط المحيط به بوسطة الجهاز العصابي حيث يلتقط منه المعلومات ويستجيب برد فعل حراكي إما إرادي أو لا إرادي للتعرف العنصر المتدخلة خلال القيام بالحركات اللا إرادية أو الإنعكاسات الشوكية لنعتبر المعطيات الآتية تم تحضير ثلاث مجموعات من الضفاضع المجموعة A سليمة الجهاز العصابي المجموعة B مخربة الدماغ والنخاع الشوكي المجموعة C مخربة الدماغ السؤال الأول حدد من بين مجموعات الضفاضع A والB والC تلك التي لا تتمتع بأي نشاط عصابي إذن فالجواب الصحيح المجموعة التي لا تتمتع بأي نشاط عصابي هي المجموعة B نظرا لكونها مخربة الدماغ والنخاع الشوكي أي لا تتمتع لا بإحساس شعوري ولا بحركة إرادية ولا حركة لا إرادية ثم الآن نمر إلى التمرين الثاني قصد الكشف عن بعض عناصر المتدخلة في الإنعكاس الشوكي ومصار السويضة العصبية تم إنجاز تجارب على إحدى المجموعات من هذه الضفاضع ويلخص الجدول التالي التجارب ونتائجها لدينا خمس تجارب إذن ففي السؤال الثاني مطلوب مننا أولا قبل أن نحلل هذه التجارب استخلص تانيا استخلص المجموعة من الضفاضع التي تم إنجاز عليها هذه التجارب نستعمل لدراسة الإنعكاسات الشوكية عند الضفاضع الضفاضع الشوكية أي الضفاضع المخربة الدماء إذن فالمجموعة أي المجموعة السي أي المجموعة التي تجتمل على الضفاضع المخربة الدماء لماذا؟ لأن هذه المجموعة لأنها تمتلك الحركات الإنعكاسية فقط ثم نمر إلى التمرين الثالث ضع مطلوب مننا أن نضع الاستنتاجات الملائمة لكل تجربتي من التجربة رقم واحد إلى التجربة الخامسة في الخانات المناسبة إذن في التجربة الأولى إهاجة الطرف الخلفي الأيصر لهذه الدفضع الشوكية بواسطة حمض مخفر نلاحظ ثاني الطرف الخلفي الأيصر إذن نستنتج من هذا أن الدماغ لا يتدخل في الإنعكاسات الشوكية في التجربة الثانية نقوم بتخدير أو تبنيج الطرف الخلفي يعني جلد الطرف الخلفي الأيصر لهذه الدفضع الشوكية بواسطة الإيثير ثم نهيجها بواسطة حمض مخفف نلاحظ غياب رد الفعل إذن نستنتج من هذا أن الجلد يتدخل ويساهم في الإنعكاسات الشوكية في التجربة الثالثة نقوم بقطع العسب الوراكي للطرف الأيصر لهذه الدفضع الشوكية ثم نقوم بإهاجة نهايته المركزية بواسطة طيار كهربائي نلاحظ الثاني الطرف الخلفي الأيمن فقط إذن نستنتج من هذا أن العسب الوراكي موصل حسي أي يحتوي على أليف عصبية حسية ثم التجربة الرابعة قطع العسب الوراكي للطرف الأيصر لهذه الدفضع ثم إهاجة نهايته المحيطية بواسطة طيار كهربائي نلاحظ الثاني الطرف الخلفي الأيصر إذن نستنتج من هذا أن العسب الوراكي يحتوي على أليف عصبية حركية أي موصل حركي ثم في التجربة الخامسة نخرب النخاع الشوكي لهذه الدفضع الشوكية ثم نهيج رجلها الخلفي بواسطة حمض مخفض نلاحظ غياب رد الفعل إذن نستنتج من هذا أن النخاع الشوكي يساهم في الحركات اللا إرادية وهو كمركز عصب للإنعكاسات الشوكية ثم الآن نمر إلى التمرين الرابع انطلاقا مما سبق وبالرجوع إلى معلوماتك أتمم فراغات الخطاط التالية لرد الفعل المدرس عند هذه الدفضع في التجربة رقم واحد بأسماء الأعضاء المتدخلة وطابعة سويلات العصبية ومسيرها إذن في الخطاطة نطلب منا أن نضع الأسماء المناسبة في هذه الخطاطة التي تمثل العناصر المساهمة في الإنعكاسات الشوكية إذن رقم واحد هو مهيج حسي رقم اثنان هو مستقبل حسي أو الجلد رقم ثلاثة هو موصل حسي يعني ألياف عصبية حسية رقم أربعة هي مسار السويضة العصبية الحسية رقم خمسة هو النخاع الشوكي أو المركز العصبي ثم رقم ستة هو موصل حركي أي ألياف عصبية حركية رقم سبعة هو مستجيب حركي ورقم تمانية أي سويلة عصبية حركية ورقم تسعة هو رد الفعل الإنعكاسي أو الحركة اللا إرادية ثم الآن نمر إلى التمرين الثاني من تمارين الاستدلال العلمي خاص بالمنع يصاب بعض الأشخاص بتسممات غذائية نتيجة تناولهم أغذية ملوّة ببكتريات ذات أصوات السلمونيلا لنفهم كيفية تصدي الجهاز مناعة لهذه البكتريات إثر دخولها إلى الجسم نعتبر المعطيات التجريبية الآتية التجربة الأولى تم استعمال بكتريات سلمونيلا كمولد مضاد يؤدي حقله المتكرر لفئران سليمة إلى إنتاج مضادات الأزم في الدم الموجهة ضد هذه البكتريات أولا حدد نوع الاستجابة المناعية النوعية المتدخلة في هذه الحالة علي الجوابك نوع هذه الاستجابة المناعية هي استجابة مناعية خلطية أو ذات مسلك خلطي التعليل هو نظرا لأنها تتم بواسطة إنتاج مضادات الأزم ثم التجربة الثانية تم قياس تطور كميات مضادات الأزم في مصل فأر سليم بعد حقنه مرتين ببكتريات سلمونيلا تفصل بين الحق الأول والثاني فترة زمنية مدتها ستة أسابيع ويبين المبيان الآتي النتائج المحصل عليها إذا نلاحظ المبيان مطلوبنا في السؤال الأول باعتمادك على نتائج هذه التجارب صف تطور كمية مضادات الأزم بعد كل من الحق الأول والثاني لنفس مولد المضاد نلاحظ أن بعد الحق الأول لمولد المضاد ارتفعت كمية مضادات الأزم بشكل بطئ وبكمية قليلة أما بعد الحق الثاني نلاحظ بنفس مولد المضاد ارتفع كمية مضادات الأزم بسرعة وبكميات أكبر ثم السؤال باء مطلوب منا استنتج إذن خاصية الاستجابة المناعية التي تكشف عنها هذه التجربة وضح ذلك إذن فهذه التجربة تكشف عن خاصية الذاكرة المناعية إذ عند الاتصال أول بمولد المضاد تتكون لنفاويات التذاكرة تتعرف بسرعة على مولد المضاد عند دخوله مرة ثانية في الجسم ويتم آندك إنتاج كمية كبيرة من مضادات الأزم وبسرعة لتفسير كيف يتصدى الجهاز مناعتي لهذه البكتيريا إذن دخوله إلى الجسم نقترح عليك نصا توجد به سبعة فراغات مرقمة من رقم واحد إلى رقم سبعة السؤال رقم ثلاثة أثمين فراغات هذا النص بما ينسب من المصطلحات التالية المصطلح الأول بالعامية الكبيرة اللنفاويات ب مولد المضاد بلزاميات البلعامة مضادات الأجسام النوعية المركب المانع إذن فالنص هو عند تصرب البكتيريات الممرضة إلى الجسم يتم تنشط اللنفاويات ب التي تتحول إلى بلزاميات متخصصة في إنتاج مضادات أجسام نوعية حيث ترتبط بمولد المضاد ويمكن هذا الارتباط من تكون المركب المانع لإبطال مفعول البكتيريات الممرضة وتسهيل عمليات البلعامة من طرف البلعاميات الكبيرة للتخلص النهائي من هذه البكتيريات الممرضة أعزائي تلمد لقد انتهينا من تصحيح هذا الموحد الجهوي أدعوكم للمشاركة في قناتي كما أنتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة